ماريبول ستسقط من دون الحصول على مقاتلات ودبابات اضافية هذا ما صرح به الرئيس الاوكراني فولاديمير زيلنسكي مطالبا الدول الغربية بجزء صغير من عتادها العسكري الموجود في مغزوناتها لبلاده في كلمة جديدة له انتقد زيلنسكي ما وصفه بتردد الولايات المتحدة في امداد اوكرانيا بالطائرات المقاتلة والتي قال انها لا تحتاج اكثر من 1% فقط من طائرات حلف الشمال الاطلسي الناتو و1% فقط من دباباته لا يمكن لاوكرانيا اسقاط الصواريخ الروسية بالبنادق والمدافع الرشاشة من المستحيل الغاء حظر ماريوبول بدون عدد كاف من الدبابات والمدرعات والطائرات بدون طيار نحتاج فقط 1% من اجمالي طائرات الناتو و1% من دبابات الحلف لن نطلب المزيد من جانبه قال وزير الخارجية الاوكراني ديمترو كوليبة ان واشنطن اكدت لكييف انها لا تعارض تسليمها مقاتلات من بولندا مشيرا الى النقرة الان في ملعب الاخيرة تصريحات كوليبة التي جاءت عقب لقائه الرئيس الامريكي جو بايدن في وارسو اشار خلالها ايضا الى حاجة اوكرانيا الى مزيد من المقاتلات لايجاد توازن في الاجواء الاوكرانية ومنع الروس من ارتكاب ما وصفها بجرائم الحرب وفي الثامن من مارس الحال ابدت بولندا استعدادها لنقل كل مقاتلاتها من طراز ميك 29 مجانا وعلى الفور الى قاعدة رامشتاين في المانيا على ان تسلم لاوكرانيا بعد وضعها تحت تصرف الولايات المتحدة التي بدورها رفضت بشدة هذا الاقتراح معتبرة انه سيؤدي الى مواجهة مباشرة وواسعة بين روسيا وحلف النيتو اشتركوا في القناة